وخلال اللقاء أيضاً تحدث رئيس الوزراء عن مجموعة من القرارات والملفات الاقتصادية التي تهم المواطنين بالإضافة إلى الحديث عن الأولويات والتحديات التي تواجه الحكومة نستعرض أبرزها في التقرير التالي لن يكون هناك أي رفع في الضرائب في 2019 ليس هناك ضرائب جديدة في 2019 وإنما هو عام سيلمس فيه المواطن نتائج صبره على المر القطاع الخاص هو الذي يولد فرص العمل وهو المشغل الأساسي ويصبح دور الحكومة بشكل رئيسي هو تقديم خدمات بشكل عادل للمحافظات في التعليم والصحة والنقل العام ومساعلة الحكومة على هذه الخدمات هذا التحول الذي نحن في صدده رئيس الوزراء عمر الرزاز وخلال حديث خاص لبرنامج نبض البلد أكد أن الحكومة كانت مضطرة لقانون ضريبة الدخل لأنها كانت بحاجة لزيادة الإرادات كل الأحوال هذا الموضوع صار ورانا الآن وإحنا معنيين بالموضوع الأهم اللي هو النمو وبالتالي خلف فرص العمل وتحسين خدماتنا وفيما يتعلق بالضريبة على سيارات الكهرباء قال الرزاز إن قرار عدم تجديد الأعفاء لسيارات الكهرباء من الضريبة لن يتم تطبيقه على طلبات الاستيراد التي أبرمت في أوقات سابقة مع انتهاء هذا الإعفاء صارت ضريبة على الكهرباء زي هذه الهايبريد اللي هي ضريبة تفضيلية لهاي السيارات عن سيارات البنزين وبشأن نظام حوافز الصناعيين أشار الرزاز إلى أن النظام سيكون جاهزاً مع نهاية الربع الأول من العام الحالي حطينا المعايير الأساسية التي سنعتمدها تشغيل العمال الأردنية ويفضل في العمال الأردنية في المحافظات تشغيل الذكور تشغيل الإناث من الأردنيين والقيم المضافة الحقيقية اللي بتيجي للاقتصاد الأردني وخلال زيارته إلى تركيا قال الرزاز إنه تم الاتفاق على وجود إطار بدين لاتفاقية التجارة الحرة التي تم انتهاء العمل بها يدخل فيه الخدمات كالسياحة والصحة وأيضاً الاستثمار وخصوصاً في منطقة العقبة الاقتصادية بهدف التصدير فالحمد الله تم الاتفاق على هذا الإطار العام وسيتم وعطينا الفريقين الفريق التركي والأردني حوالي شهرين حتى تبلور هذا الإطار بشكل كامل العراق رئة الأردني كما وصفها الرزاز حيث قال إن زيارتها كانت مثميرة جداً بعد أن مهد جلالة الملك الطريقة لعلاقات وثيقة جداً معها وأشار إلى أن البلدين اتفقا على عقد لقاء في الثاني من شباط القادم للخروج بعدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين موضوع النقل وإعفاء بضائع أردنية حوالي 390 سلعة أردنية من الجمارك ومنطقة صناعية على حدود البلدين وفي القطاع المهم جداً الذي هو قطاع الطاقة الربط الكهربائي وتم توقيع اتفاقية على ذلك شحن النفط بالبر وبالبحر بين البلدين والأهم من هذا وذاك هو التوافق حول مد أنبوب نفط يربط العراق مؤتمر لندن المقبل قال الرزاز إنه سيركز على مستقبل اقتصادي للأردن مبنياً على الاستثمار وتسهيل فرصة وإقامة مشاريع مجدية للمستثمرين صندوق استثماري خاص للاستثمار في الأردن يساهم في الأردنيين يساهم في المغتربين الأردنيين يساهم في الصناديق العربية ويساهم في الصناديق الاستثمارية العالمية هذا الصندوق سيدار بشكل خاص ويساهم في الهدف منه الاستثمار في الأردن وخلق فرص عمل في الأردن إذن قرارات ومشاريع اقتصادية ينتظر المواطن منها أن تنهي حالة المر التي عاشها طوال الأعوام الفائتة لا سيما وأن الرئتين عادتا إلى العمل من جديد